بين هذه الجبال تتفاقم مأساة منسية على غفلة من العالم الأزارق مدرية تابعة لمحافظة الضالع تعيش هذه المنطقة أوضاعا مأساوية بالغة السوء طبعا هذا الطفل كما أقول لكم هو مصاب سوء تغذية وخيم تقول المصادر إن متوسط سوء التغذية بلغ 11 حالة يومية الأطفال أكثر عرضة لذلك المرضى يأتي من كل المديريات تتسعى تابع لمحافظة الضالع ولكن هناك مديرية بالذات مدير الأزارق هذه المناطق تعد الأكثر فقرا والأكثر عرضة للأوبئة والأمراض نتيجة غياب شبه كله للخدمات الصحية ومقومات الحياة الطبيعية باستثناء المعدات التي تم إمداد المديرية بها عقب تحقيقات صحفية سلطت الضوء على هذه المديرية المنسية يقول مسؤول الحملة الإلكترونية الصحفي بسام القاضي إن مديرية الأزارق سجلت خلال أقل من عام إصابة أكثر من أربعة آلاف طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية بينهم ألف وأربعمائة وخمسون حالة إصابة بسوء التغذية الحاد وألفان وخمسمائة وخمسون حالة إصابة بسوء التغذية المتوسط غدير الأزرقي طفلة توفيت نتيجة سوء التغذية لتترك والدها هنا يحكي قصة عيزه أسعفتها لأقرب مصحة بعدين ما عاش معي أنا الظروف قاسية ما عاش معي يبيس ما عاش معي يعني اللي أديها لما الضالع يعني بعدين لما واحص يعني أدبر أموري فأكون أبطلع الضالع بأديها مكان يعني أتوفت والده والآخر يعاني من مرض الكبد وبحاجة للعلاج قبل أن يلحق بطفلته يقول مدير مكتب الصحة العامة بالأزارق الدكتور محمد صالح المقرعي في حديث لصحيفة الأيام إن الوضع في المديرية كارثي وتفاقم الحالات المرضية يزداد يوما بعد آخر المنظمات الدولية والمحلية تأخرت كثيرا عن هذه المنطقة المنكوبة وحين وصلت تلك قصة أخرى فالاتهامة للمنظمات تقول إنما ينفق على سيارة المؤجرة للمنظمات نتيجة الطريق الوعرة يتراوح شهريا بين 2800 إلى 3300 دولار للسيارة الواحدة أي بإجمالي 20 مليون ريال شهريا لو توزعت هذه المبالغ على أطفال الأزارق ستحل المشكلة برمتها إلى جانب المجاعة وسوء التغذية تبرز الكوليرا والضنك والحصبة والدفتيريا لتضاعف حالة القلق الذي يهدد سكان الأزارق بحسب أطباء فإن انتشار الإسهالات المائية الحادة والكوليرا ينتج عن أسباب أخرى غير تلك المتعلقة بسوء التغذية إذ يقول إن بعض المناطق تقع على مجرى وادي تبن الذي يحمل بعض المياه الملوثة من ندينة إبن ترجمة نانسي قنقر